نروح لي إبراهيم إبراهيم واحد من ضحايا مصطفى البنك إبراهيم مساء الخير أستاذ أحمد زيك مرحبا أستاذ أحمد الأول عز تطمن عليك الحمد لله رجعت حاجة من فلوسك لا قدي إيه 75 بالسنة 75 ألف كام راس ماشية 2 وديتهم له إمتى وديتهم له يوم قبل رمضان بيوم واحدة قبل رمضان بيوم واحدة أربعة وواحدة أربعة أربعة مين اللي قالك يا عم إبراهيم روح ودي في لقاحكتك والله السوق نايم عندنا وقف حالة السوق حالة المواش وقفت عندنا ما فيش بيع وشراء فلقيت الناس كلهم اتجهوا على هناك راح المصطفى نعم فروحنا هناك لقينا ناس تجيلة عربيات من جميع البلد عربيات جايبة مواشي من جميع البلد وبرة البلد برضو مركز كبامبو ومركز دراو كامومبو ودراو كمان جون عندكم ايوة سوان كلها الله 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 بعدين نايم وناس منسنا ومن سوهاج في ناس جاية برضو من عندنا من سوهاج نايم طيب وبعدين لما لقيت بقى إقبال كبير جدا قلت يلا لقيت ما عارفش نخش بالبهايم العشان ما عارفش نخش بالعربيات مش عارفين تدخلوا من الإقبال والزحام من الزحام شفت تقريبا كام رأس ماشي على العربيات تقريبا تجيلت متعدش متعدش من اسنا من سوهاج من دراو وفي ناس من سوهاج من جميع البلاد وفي ناس جاية من اسكندرية بفلوس بيشتغل بيشتري يعني جميع الجمهورية انا نفسي بس افهم والله يا عم إبراهيم انه انا بروح اودي حكتي واسيب حكتي كده ومالي اللي عندي ويعني الحاجة اللي بتبقى بتأكلنا يعني زي ما بنقول عندنا كده في بلادنا يعني بتأكلنا وتأكل ولادنا اسيبها كده وخلاص من غير حتى مبقى عنده ضامن او ضمان ما هو كان بيسلم ساد احمد كان بيسلم كل واحدة العشرين يوم كان بيسلم ليه ترى شو شغار بيسلم كان بيسلم الناس في الوعدة آخر الوعدة كانت اليوم 30 30 أربعا قبل الوقفة ادة ناس فلوس يوم 30 ااة ادة فيه ناس استلمت اليوم 30 سلمت فلوس ها استلمتو فيه ناس استلمت الاساسي اسشاكلت انها جκιن و Sandils وفيه ضربناه كانت شغار غات يوم تلاتين أربعة كان بيسلم كان ماشي تمام كان ماشي كويس بس انتم ما حاولتوش تسأله هو الراجل ده إيه الشغلانة فجأة طلع بعزي الشغلانة يعني ما سألتوش عشان تبقى واسق انه بتشتغلوا مع حد يعني فيه أمان لحاجتكم وفلوسكم والله سألنا جاء الراجل مضمون وبتاع ربنا وفاتح برضو بي فاتح ساعي عندي بيوكل الناس وبيقولوا فيه ناس وراء الله وإعلامه واشي قلنا العرفنا وإحنا بس ضامن فلوسك هتلقع ولا خلاص استعوضت ربنا فيهم والله يعظمنا موجود عشان نفرب نحن ان شاء الله بإذن الله بشكرك